الفراخ المشوية بتراية تكة التسوية مصبوطة تابعوا الفيديو يا جماعة بإذن الله هيعجبكم السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هعمل فراخ المشوعة على طريقة تكة بالزبط بالدليل وكل حاجة بكل اصرها بإذن الله تكون قدامكم اللي لسه جديد يا جماعة ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس واعجاب للفيديو واللي موجود كله يعمل اعجاب ومشاركة كتير واقول لكم بإذن الله كل الطريقة بالزبط وازاي ولو لقيت في تفاعل في الفيديو ده بإذن الله هعمل الكفتة بتاعتهم بكسة خلطة المطعم بتاعهم لان في نفس الوقت الفراخ وتدبلتها بتكون جاي علب كبيرة فما ينفعش ان انا جيب دليل معايا فالكفتة بإذن الله هتكون دليل معايا وبإذن الله هنعمل الرز معايا اول حاجة فرخة كبيرة كمان من الصغيرة اتنان كله نص باجع عند السلسلة بالمقص بفصلها كده زي ما انتوا شايفين مباين كل مؤخرة الفرخة عشان المقص بيسهل جدا الفرخة دي في نفس الوقت كبيرة اهي زي ما انتوا شايفين بشيل العمود اللي وراء لازم العمود داي الشال يا جمعة ادك شغالة في بالمقص على طول كده اهو وطبعا شايلين الرقب والفرخة مخصولة ومنوع اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو شلته هرميه بقوم قلبها ودقها انت لو عندك مدق معدن عادي اللي موجود مخشب بدق عكس اتجاه الانسجة من ورا القدام عكس اتجاه الاتجاه اللي ماشية منه باجي عكسه عشان تتفرد كويس معاي ومش عايزة تتفرد خالص يعني انا بس بفتح اللحم بتاع الفراخ وطبعا الفراخ بتكون من غير الجلد طبعا هي فتحته شوية اهو معاي زي ما انتوا شايفين باجي بالسكينة بقطع هم عندهم بقطعوها الوراق الوحيدة والصدور الوحيدة بس بنقوم شايلين الجلد منه وقبل ما نشيل الجلد نقطع نقطع كل ورق الوحده كده اهو قدامكم كل حاجة طبعا عارفين اللي السكينة دي وحشة وبقوم شايل الجلد على طول في ثانية بيقوم مشيول احنا هنا فتحنا اللحم هكذا التاني اهو وبقوم شايل الجلد وشده على طول بيقوم مشيول معايا بكل سهولة ومن غير ما يتعبن خالص زي ما انتوا شايفين قدامكم بس الجناح لازم تكون فيه قطعة الجلد اللي علي ان الجناح بينشاف حتى بيبقى عنده ممكن وقسمتها يا جماعة واركان وسدرين والجناح كل واحد في الجلد بتاعه تمام شطفتهم شوية معنا للمقادير معلقتان كبار صلص الطماطم خام معلقة صغيرة ونص ملح نص معلقة صغيرة كسبرة نشفة معلقتان صغيرين فلفل سود وهكذا معلقة صغيرة كسبرة نشفة نص نص كمون ومعلقة صغيرة كسبرة نشفة ومعلقتان صغيرين فلفل سود بقلب كل ده في بعض لان فتت بلا تانية معايا لازم نقلبهم كده مع بعض كويس وهننزل بمعلقة زاد بمعلقة زاد كبيرة عليهم بتبقى جايلهم يا جماعة الصلصة متبلة بس مكتوب عليها المكونات ومكتوب طريقة التشغيل بالزبط وانو كل ده شايفوا ايلهولكم يعني بس ثانية بعملها بطرقة سالة عشان تطلع نفس النتجة وانت في باتك زي ما عملتك انتك عدلت على الفيديو بالصوت عشان الفيديو كان طول للغاية فاني يعني الناس ما تملش يعني بقوم ماسك اقلب بس الوراك طبعا بافصل العدمية من كل واحد لازم العدمية تتفصل من كل واحد عشان يبقى ايه نتأكد من سواه كويس وما يكونش فيه اي عروق دم خالص لازم كده اللي لسه جديد يا جماعة ينزل يعمل اشتراك وتفعال الجرس واعجاب للفيديو اللي موجود كل واعمل اعجاب ومشاركة لان برضو بعد الكفتة هعمل بورجر هارديز بكسة الخلطة باذن الله تمام اهو بنقوم مسكين بقى كل ويرك بنحرك العدمية من مكان نضيف عشان الفراخ منقوع كويس وعكذا الفراخ كبير قبل الدب حكاية اثنين كله ونص وجاملة جدا عالجربة وتلاقي نتيجة مختلفة لأي فراخ انت عملته عن الطعم التقليد اللي احنا عارفينه يعني اهو بنزل كده بالتدبيلة اللي احنا عملناها معلقتان الكبار الصلصة عليهم معلقتان صغيرين فلفل اسود معلقة نص معلقة كمون معلقة صغيرة كسبارة ناشفة معلقة صغيرة ونص ملح وبنغلف بها كده معايا عايزة تضيف فازن جابيل عادي برحتك مفيش لبصل ولا كلام من ده بغلفهم كده بالتدبيلة دي كويس جدا هم يا دوبك الفرخة خدت على قد التدبيلة بالزبط بغلفها كده كويس يعتبر يعني على قدها بالزبط اهو وطبعا بنغلفهم كويس وبنسيبهم في التلاجة قيمة 3 ساعات لازم تساب 3 ساعات يا جماعة في التلاجة طبعا التدبيلة دي كلها تمسك عليها كويس يا جماعة ونرجع نشوفة التدبيلة التاني سبتها 3 ساعات يا جماعة معاك طمط مية متوسطة وجزرة ضرباهم بمعلقة صلصة ومعلقتان مية عشان الجزر يمشي فيه تمام هيعملوا معاك كباية الا معلقتان كبار هننزل بيهم على الفرخ ومعهم طبعا معلقة صغيرة طوم مفروم مليان بنبدأ نغلف الفراخ بيهم كويس كده عشان نتأكد انها تغلفت كويس مفيش لون مفيش اي حاجة من اللي انتوا بتشوفوها خالص وهنعمل بإذن الله الرز بطريقتهم مفيش زعفاران ولا اي حاجة كل حاجة يكون قدامكم يعني بغلف الفراخ كده كويس زي ما انتوا شايفين وطبعا يا جماعة نعمل لها تشققات عشان بس قاله وانت قال انا واقولك التشققات المزبوطة مع انني يعني ببقى واسك اللي انا اطلع الحاجة مستوية من غير حاجة بس انا عشان اقولك تشققات ازاي مزبوط ما تبادلش اللحم معاك بتشقق مزبوط كل حاجة انا اكون قدامكم ان شاء الله طبعا يا جماعة جبت طبق ألمونيا استغنات عن الصنع عشان ما يتكسرش بعمل كده خطين في الورك بالعرض وبالطول في الدبوس واحد من قدام واحد من وراء واثنان كده في الورك اهو بصهم بالطول في الدبوسة من وراء ومن قدام اهو وهنا برضو خطين كده بنمشي كده عادي اهو كده لا بهدلنا ولا اي حاجة وطبعا بعد العملية دي بنسيبه بس ربع ساعة لان احنا محناش محتاجين عملنا البيز الاساسي طب لايه محمد ما عملتش كله مرة واحدة عشان راحت البهارات ما تنفسه وتروح خالص والسدري بعمل خطين بالطول اهو قدامكم اه بس كده وطبعا يا جماعة اقولك درجة الحرقة المزبوطة للتسوية وكمان مش هعملها في الفرن ده تبقى في الجريل وهتشافه النتيجة ان شاء الله واقولك بشوها ازاي وكل حاجة ان شاء الله يعني طبعا يا جماعة ناسبها ربع ساعة نعمل يلا الرز اه بتاعهم ونشاف النتيجة ونزبط كل حاجة ترى يا جماعة بجد هتعجبكم وهتنال اعجابكم جدا ان شاء الله طبعا يا جماعة في حلة ونقع طبعا كانوا رز بسمتي نص ساعة ومخصول مش غسله كتير عشان ما يكسرش مع لقتان كبار زيت هنزل عليهم اضافة مني نص معلقة صغيرة طامة فروم كده واقلب فيهم كويس معاي زي ما انتوا شايفين كده معايه بعد طبعا ما قلبوا كويس وعشان مرحة التوم ولو التوم كتل منك شوية حاول اللي انت تفكيه بالمعلقة الخشب كده زي ما انت ايه شايف زي ما انت شايفين كده ايه كل حاجة قدامكم اه اه هنزل يا جماعة بقى بعد كده بالرزة على طول اهو منقع نص ساعة يا جماعة وبتقلب كويس معايه وطبعا ما بحطولوش اي بهارات غير اللي هو بيحطولو كوركم بس يا جماعة اللي بتحط فيه عندهم كوركم بس معايه اه بفضل رز كويس عشان انزل بقاه بمعلقتان كبار كوركم اهو بقلبوا كده كويس معايا زي ما انت شايفين نزلت على لون بمعلقتان كبار كوركم اهو معلقتان كبار كوركم زي ما انت شايفين كده قدامكم وبقلبه اهو وبغلفه كويس اهو ميا مغلية اهو قدامكم كل حاجة يعني اهو زي ما انت شايفين وبفضل اقلب بس سيبه بقى ويقلب قلبتان وهد على النار بقى يستعمع نفسه مو ازاي الرز المصري بيعج وبعدان الرز البسمات درجات معايا هنبدأ بقى يا جماعة نحط له زرة ملح ونبدأ بقى نشوي الفراخ في جريل كده سخن تمام بشوها في الشواء على درجة حرارة 32 شواءتهم كهربية عايزة تعملها في الفرن انت ورحتك انا اعمله على الجريل تعرف ازاي 32 لو انت مش عايزة تعمله في الفرن اصلا تقيس كده معيار الفرن ببقى تزرر على 32 فان وكذا بتقيسه بتعمل عليه العين بتاعة البتوجاز المتوسط ولازم يكون سخن شافه بيدخن ازاي بنزل بقطع الفراخ ومش هتنزل معاك ولا نقطة مية ومعا ان الفراخ كبيرة زي ما انتوا شايفين قدامكم مش هتنزل ولا نقطة مية بس بقى تصدر من كل اتجاه وبقلب على طول وملحوظة نضف الجريل وكل ما هيعمل زي حتة محروقة كده عشان ما تلزهش في الفراخ وتخليلك شكلها وحش فطبعا خلصهم كلهم وارجعلكم معايا وانت بقى طبعا درجة الحرارة في الشوائل اللي بالكارة بقى تبقى معاك يعني تمام قلتلك 32 طبعا يا جماعة خلص قدامكم كل حاجة ها والرز استوى والفراخ وعلى خادة لون في فرن وعلى حاجة هو زي ما قلتلكم هم بيقسمهم الوركة عن السدر عشان بس ده سواه مختلف عن ده وبنبدأ نجرب بصوا يا جماعة بادة من جوة وطريقة ازاي اها طريقة بتسقطع في ايدة على طول وبادة خالص اتمنى يا جماعة الفيديو يكون عجبكم السلام عليكم